السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأربعاء 26 تموز يوليو طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة اللي هو عند مغرب أو عند عصر اليوم الثلاثاء القمر ما زال موجود في الميزان وفي عنا خلو مسار وبعدها أغلب اليوم يعني طيلة يوم الأربعاء القمر رح يكون موجود بالعقرب ولكن لازم نذكر خلو المسار بما أنه بعد الحلقة مباشرة ببدأ طبعا اليوم القمر زي ما حكينا رح يكون موجود في برج العقرب ولكنه الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و11 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة الضفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا الآن يعني أو بعد بث الحلقة بساعة تقريبا بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة ثلاثة وأربع دقائق من بعد عصر اليوم الثلاثاء وهو موعد بث الحلقة ورح يستمر لغاية الساعة 4 و55 دقيقة برضو من بعد عصر اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر لبرج العقرب يعني أغلب اليوم هو رح يكون موجود في برج العقرب ولكن اللي بيحضروا الحلقة أول ما بتنزل يعرفوا أنه في خلو المسار خلو المسار هذا فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار وزي ما حكينا أنه الساعة 4 و55 دقيقة خلاص بيكون في برج العقرب عشان هيك أغلب اليوم هذا اللي هو يوم الأربعاء هاي الفترة منكون فيها أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها من الزوايا البطيئة زاوية الاقتران الإيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهي تأثيراتها حكينا من يوم 25 سبعة ليوم 37 سبعة ذروتها يوم 27 سبعة يعني قراءة قربة يعني تأثيراتها موجودة رح تكون الساعة 13 دقيقة عصرا بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح وعذا وقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين نقدر نستفيد من الراحة اللي بتوفر لنا إياها هاي الزاوية بالدعوات واللقاءات الاجتماعية والأمور اللي علاقة بالسفر والتسلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا تأثيراتها ليوم 27 سبعة بعدين بتنتهي بتصيبنا حالي من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل المسائل كما أنها بتجعلنا عصبيين المزاج ومنرتكب الأخطاء ومنتهور هذا وقت غير صالح للشراكات لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة بتخلق لدينا أفكار ثورية مخالفة للرأي العام بتجعلنا عصبيين ومنرتكب الأخطاء وممكن نتهور أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي زاوية تأثيراتها من يوم 13 سبعة إلى يوم 30 سبعة بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب لنا عدوات خفية كما بتزيد من حدة شهوانيتنا اللي برضو ضرر بالصحة وبتسبب لنا أمراض خطيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري وتأثيراتها من يوم 21 سبعة إلى يوم 13 ثمانية ذروتها يوم 1 ثمانية ساعة ثمانية و44 دقيقة مساء تخلق جوه من التسامح بحيث أنه نتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا من مديد العون لإلهم كما أنها بتدفعنا للتراجع عن الخطأ تجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الإنفعال في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين زحل هاي الزاوية من يوم 13 سبعة إلى يوم 28 سبعة يعني مستمرة إلى يوم 28 سبعة بعدين بتنتهي بتزداد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما أنها بتزيد من العصبية فعشان هيك علينا أنه نتمالك العصابنا شوي وضبط النفس عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لإمتعاط داخل بينعكس على علاقاتنا مع الغير تدفعنا للإفراط اللي ممكن يسببنا حوادث أو عمليات جراحية بيزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وبرضو بيعرضنا لهجومات من الخصوم فتاكة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها من يوم 13 سبعة إلى يوم 28 سبعة بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث بتمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث برضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة إلى العمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو هي تأثيراتها من يوم 28 ستة إلى يوم 12 وهي زاوية منفصلة وذكرنا أن هذه الزاوية بتسبب عودة وضعية قديمة أو شخص قديم أو حدث قديم بيرجع بيظهر على الساحة بيدعم وضعنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها بشكل مباشر الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى فجر يوم الأربعاء بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة ممكن يصير فيه توجه باهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبرضو بتقوي من شهوانيتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهي برضو تأثيراتها من الآن وبتستمر حتى مغرب يوم الأربعاء بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي ذروتها ساعة أربع وسبع دقائق من صباح يوم الأربعاء طبعا تأثيراتها بتبدأ من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى مغرب يوم الأربعاء نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسب للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية ذروتها ساعة دعش وثلاثين دقيقة ظهرا من ظهر اليوم الأربعاء تأثيراتها بتبدأ من صباح يوم تقريبا يعني من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى مساء يوم الأربعاء إلها بعض التأثيرات بتيجي أقريبا يعني بذروة عالية جدا ولكن بتكن تنتبهوا من ساعات يعني منقول إحنا الفجر ولغاية مساء يوم الأربعاء فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي بنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماستنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية تأثيراتها بتبدأ من الساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء كذروتها ولكن بداية التأثيرات المباشرة من فجر يوم الأربعاء وحتى ظهر يوم الخميس يجب توخي الحذر من من يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقته أو حقيقتها وبرضو منثق في وعود غير واضحة وممكن نقبل باقتراحات غير منطقية بدنا نكون متيقذين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعصر الهضم أو التخمي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المباهض لبرستاتة عظم العانى والجينات طبعا بالنسبة لهذه الأعضاء يصلح لعمليات التنظير أو العمليات الصغرى أو الفحصات أو أخذ العلاجات أو المراجعات الطبية ولكن عمليات جراحية أنا ما بنصح نهائيا فيها بالنسبة للباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لعمليات الجراحية أما بالنسبة لعمليات التجميل فما بنصح فيها نهائيا لأنه نتائجها غير مضمونة بالنسبة للشعر الزائد وإزالته طبعا إذا كان الشعر الزائد مرضي وبحاجة لعمليات أو لليزر أو طرق طبية شوي ما بنصح بإجراءها بالفترة هاي تعجيلها لانتهاء تراجع الزهرة أما الطرق التقليدية للناس العاديين فما في أي مشاكل أما بالنسبة لقص الشعر التجميلي والصبغ والقص العلاجي فما في أي مشكلة طبعا القص العلاجي في أشخاص جدد على القناة بيسألوا شو هو القص العلاجي اللي هو القص للشعر التالف أو المتقصف أو الخفيف اللي أنت بدك تكثفه بزيادة فقص الأطراف في هذه الفترة بيساعد على النمو أكثر أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم بيبدأ الساعة عشر وخمسة وثلاثين دقيقة من مساء يوم الخميس وبيستمر حتى تمام الساعة اتناش وأربعة وعشرين دقيقة بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة يعني أول أربعة وعشرين دقيقة من بعد منتصف الليل من ليلة الجمعة لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة بعمر تسع أيام في تمام الساعة عشر وثلاثين دقيقة صباحا بصير عشر أيام نسبة الإضاءة ستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم ثلاث وعشرين ثمانية سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في العقرب حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية عند منتصف الليل الثلاثاء على الأربعة بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات العصر بصير سعيد عشر في المية أما في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في الأسد حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة عشر في المية الزهرة في الأسد بتتراجع حتى يوم أربعة تسعة منتحس بنسبة ستين في المية المريخ في العذراء حتى يوم سبعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية المشتري في الثور حتى يوم أربعة تسعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم أربعة أحداش منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثور حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة ثلاثين في المية أما نبتم في الحوت بيتراجع حتى يوم ستة اتناعش منتحس بنسبة عشر في المية وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 15% ياريت اللي وصل معنا لهون وما حط لايك أو ديس لايك أو كومنت أو شير يتفضل يكبس على الكبسات يعني نوع من أنواع التذكير عشان ما تنسوا يعني حرام بتكونوا ناسين بحب أذكركم يعني وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من مصدر شراكة أو تعويض أو بنك أو قرض أو استرداد حقوق صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية علجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكونوا حريصين على تلطيف الأجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع طبعا اليوم جيد للمطالبة بالحقوق أو المواريث أو إلك أموال عند الناس بتحب تطالب فيها اليوم مناسب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم القمر موجود مقابلك تماما فعشان هيك بتقدر تعزز العلاقة الشراكة ما بينك وبين شركاء المال أو العاطفة أو الأحبة ولكن بتكون تحافظوا على هدوء أعصابكم ومفرد صوتكم وحاول ما تفرد سلطتك أو سيطرتك عليهم لا تعرض لقاءاتك للفشل ما هي فترة ضاغطة شوي ممكن تسبب لك بعض الحزن أو الإرهاق أو التعب الغير مبرر وبتشعر بالظلم والقهر من بعض المسائل لا تيأس وكون صبور لأن الأجواء هي ضاغطة تلقائيا طاقتك ضعيفة بس بدها شوي تصبر وبتمشي الأمور برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة ولا تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم ناقشوا واستفسروا عن التفاصيل استشيروا الخبراء لا تتشبثوا برأيكم استمعوا لأراء الآخرين بهدو وروية وما تتسرعوا في قراراتكم بتنشغلوا بملف أو بمعامله برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح خصص من وقتك وقت لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة كل المسائل وللتواصل مع المحيط الأجواء جيدة على المستوى العاطفي ولكن دون فرض الرأي أو العصبية والحدية أثناء التعامل معهم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنهمك اليوم بالمسائل العائلية أو البيتية بإمكانكم إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا محل سكنهم أو بتميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو مديد العنلة إلهم ممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الأحبة أو مع أفراد العائلة الفترة فيها بعض التوتر ممكن تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم إشي إنك ما تهمل صحتك وابعد عن المشتريات الغير ضرورية والمشاكل اللي مع الهداعي ابتنشط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتأوى برضو لتعزيز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران هذه فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك ممكن اليوم تطلق حملة ترويجية لسلعة معينة أو لتجارة معينة أو تسمع خبر سار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون هذا المال على الأغلب من عمل إضافي هذه فترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات وتفائلوا بالخير وانطلقوا واسعوا للوفاق والحلول الوسط ولطفوا الأجواء وحسنوا علاقاتكم انشغالات على الصعيد المالي والعملي كثير 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 اليوم فعشان هيك بتكون تنظموها بشكل جيد وابعد عن المغامرات المالية أو المصاريف المالية أو من المحتالين كمان برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم انتوا عندكم نشاط حيوية وبينجذ بلكم أفراد من الجنس الآخر بادروا لخطوة جديدة من شأنها نهد دعم من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك وبتستعيد كامل حيويتك وممكن تتلقى جوابه بتنتظره بتفرح لخبر أو لإنجاز أو لإتمام معامله وبتنطلق بمهمة طال انتظارها في جديد رح يدخل حياتك ويعتبر هذا اليوم يعني جيد شيئا ما إذا ما عصبت برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس فتجتازه بصورة عام يوم غير مريح صحيا ونفسيا لأن القمر موجود في بيت المتاعب رغم عدم وجود أي مخاطر حاولوا انك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل ضروري وإخلدوا للراحة وحذروا من بعض المحتالين ومن خيبات الأمل الحضوض قليل اليوم فحاول انك ما تجازف في نوع من أنواع التأخير والفوضى اللي بيوعدك في شيء يعرف انه ما رح يوفي فيه ومن المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم تنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهم شيء انك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ابتفرح بوجود أحد الأصحاب وبترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر الأجواء جيدة ودعملة إليك على المستوى الاجتماعي وارتباطاتك وعلاقاتك وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة خلال هذا اليوم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبرضو في نوع من أنواع النجاح وتقدر تثبت جدارتك ونير رضى المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحتهم أو بصحة أحد الوالدين وأهم شيء أنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال وحاول أنك تكون هادئ طبعا في بعض الأوقات رح تكون غاضب أو عدائي حاذر الخلافات ما تشوه سمعتك ممكن اليوم يكون في فرصة مهمة برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت اليوم بيصلكم خبر سار من بعيد أو من خارج البلاد أو بتكثر عندكم الاتصالات والتعامل مع الأجانب أو البحث عن أمور إلها علاقة بالدراسة أو التعلم أو لغة جديدة أو أشياء من هذا القبيل في بعض كورة رح ينشط في مسائل السفر بتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم ويوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن بعض موليد برج الحوت يسافروا في رحلة أو يفرحوا لإنفراج وتسوي مهمة بتهتموا بهواية جديدة وبتكونوا حيويين ومتحمسين لمتابعة المساعي وعندكم القدرة على التواصل مع المحيط طبعا هيك بنكون أنهينا يعني ماشي بس أنتوا خلصتوا خلصتوا اللي عليكم المطلوب منكم عملتوا نزلتوا عملتوا تعليقات تحته كبستوا على الكبسات هاي اللي موجودة يعني والله اليوتيوب تعبوا لما برمجوها وحطوها مش منظر يعني عادي بنكبس عليها عادي بإصبعك بإصبع رجلك بكعب رجلك بالكندرة بأي شي بتكبس عليه عادي بيعلم يعني كبسوا يا جماعة الخير يعني حرام جماعة تعبوا مش عشاني عشان الكبسات ما تظل هيك يعني ما عندك فضول أنك زي الولاد الصغار تلعب في الظهو ولا تلعب في أي كبسة أو أي إشي موجود هيك تحط إصبعك عليه وتكبس عليه كبسوا يلا أشوف أنا والله كله خبر خير جكر ما أحد أبدو يكبس طب انزلوا سبوا علي يحكوا علي باي اكتبوا في التعليق اكتبوا لكم تعليق تحت يلا أي إشي أي إشي يلا تفضلوا هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر